اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الممكن بعض الناس مثلا يدخل عليها مرض بعض الناس ممكن تكون مقدمة على عمل وتخسر اعمالها او تجارتها او اموالها الى اخر هذه الامور رؤية بكاء الطفل هذه الرؤية يعني قد تدل على معنى جيد اذا كان بكاؤه بدون صوت وصراخ ان هناك خير قادم الي ان شاء الله تبارك وتعالى وربما تدل على بكاء وخلي بالكم من الجزئية دي بالذات والذات المرأة المتزوجة التي تبحث عن حمل اذا كان هذا الطفل الجميل مع انه ميت ومتوفي ويبكي والبكاء بدون صوت هذه الرؤية تدل على الحمل لها باذن الله تبارك وتعالى وطبعا طب اللي عنده اولاد مشاف الرؤية دي تدل على الذرية الصالحة لاولادها ان شاء الله تبارك وتعالى اما اذا كان الطفل يبكي بشدة وبحرقة رؤية تعزرية ينبغي عليك ان تنتبه فهناك خطر او مصيبة او كارثة قد تدخل عليها ان لم تنتبه اليه اذا يعني لو ان انتبهت مش هتحصل طبعا ما هي الرؤية تعزرية ايه هي الرؤية تعزرية جماعة بعض الناس الاسهو الشديد بيتخيلوا انه خلاص طالما شاف رؤية تعزرية خلاص هو بيستسلم لوقوع مصيبة لا لا الرؤية تعزرية الله سبحانه وتعالى رحيم بعبادة بيدهلك عشان تنتبه فاذا انتبهت خلاص يعني مثلا مثلا لو انا مثلا واقف في البلكونة وشايف مثلا في حفرة وفي شخص ماشي في الشارع وشواخد باله ان في حفرة قدامه فلا انا دهت عليه يا فلان خلي بالك في حفرة في بلاعة او بلوعة لو اعت فيها تموت فبصلها فانتبه اليها فتخطاها فيبصل ويشكرني ولله المسألة الاعلى ولله المسألة الاعلى هي دي الرسالة التعزرية ربنا بنبهك في خطر قدم اللي انتبهت خلاص زي ما نبهت الشخص اللي هو كان هيقع في الحفرة ولما تجنبها بعد تنبيهي له شكرني فينبغي ان تشكر الله على الرؤية التعزرية كتير من الناس مش فهمة عن ايه رؤية تعزرية وبيستسلموا للامر الواقع خلاص انا شفت رؤية تعزرية خلاص انا قاعد مستني المصيبة مين الكلام ده ده مفهوم لازم يتغير عند الناس فدي بعض الرواية التي تدل على بكاء الطفل انتظرونا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته